السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصدر أحمد العبد من قناة دروس العالمية أونلاين إن شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من كرس تعلم لغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية Easy Like Magic الكرس ده مناسب لكل من يريد تعلم لغة الإنجليزية بصفة عامة وطلاب يستنواه كمان لو عاوزين يتأسسهم من البداية هناخد النهاردة المحاضرة التانية في Level 2 المستوى ده مناسب لطلاب اللي دخلين تاني أعداد بصفة خاصة وطلاب المرحلة الإعدادية بصفة عامة لو ما كنت شفت الفيديوهات اللي فاتت سواء Level 1 أو Level 2 هتلاقي الروابط في الوصف الموجودة أسفل الفيديو بس ما تنساش تشجعنا بتعليق جميل في الكومنتس ويا سلام كمان لو تعمل لايك للفيديو يبقى قطر الف شيرك نبدأ مع أول حاجة النهاردة زي ما تفعنا كل فيديو فيه تشكيلة منعوعة من اللغة فيه كلمات فيه عندنا وظائف لغوية لبعض الكلمات الفرق بين بعض الكلمات كمان بناخد الحاجة اسمها البريفيكس والصفكس وكمان بناخد أسئلة بعد طبعا ما نشرح الجرامر عشان نطبق عليها ونثبت المعلومة نبدأ الأول مع الكلمات بتاع النهاردة يا ريت نرجحها ونحفظها كويس جدا أقرأ كل كلمة مرتين ومتطر ونimal وصلت على الان رينغ 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 Parents Elder Primary Support Top Scientist Grow Land Achieve Goal Score Sunny Flat Wonderful Enjoy Enjoy Changing room Changing room Arm Arm Street Street Loud Breakdown Breakdown Housework How's work Fresh air Fresh air Rude Rude Week Week Final exam Final exam Late hour Late hour Waste time Waste time On Way Back ممكن نقول مثلا On my way back يعني في طريق عوداتي مثلا Home إلى المنزل مثلا On Way Back Ladder Ladder Below 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 Act Act Take away يأخذ شيء بعيدة مثلا Take away Borrow Borrow Understand Understand Suddenly Suddenly Over There Over There Useful Useful Anything Else Anything Else Steel Stole تلمضي منها Steel Stole نأخذ بعك كده حاجة اسمها Language Notes ملاحظات لغوية على بعض الكلمة كلمة ال لا يأتي بعدها اسم طبعا كلمة ال معناها مريض فهينها كلمة مريض ديت صفة ولكن غالبا لا يأتي بعدها اسم شايف كلمة هنا نون ديت مشتوبة مشتوب لك عليها ورد عشان ايه اوضح لك ان ايه احنا شط بينها تمام لكن كلمة sick معنا مريض بيجوارها ديت صفة يعني بيجوارها اسم يعني مثلا كلمة people Don't eat spicy food هل ترقل بقى ال people ولا sick people لا هنا اقول sick people لان كلمة people هنا اسم فانا اختار ايه اختار كلمة sick لان ديت اللي بيجوارها اسم يبقى كلمة ال صفة اللي يأتي بعدها اسم غالبا يعني لكن sick بيأتي بعدها اسم لاحظ برضو الفرق من بعض الكلمات اللي حسني قرابة في النوت قوي لان كلمة watch 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 معناها يغسل ديت فعل watch يشاهد with مع without بدون wish يتمنى ديت فعل او امنية لو كانت اسم which ساحرة which ايه للتخيير او اداة استفهام وكلمة was ديت كان فعل ماض نشوف كده الاسئلة عشان برضو ايه نعرف احنا بنطبق الحل مروة and بتول not the dishes مروة وبتول هيعملوا في الاطباق يترى ال wash يغسل which ساحرة wish يتمنى with معا طبعا هنا تبقى ايه تبقى ايه تبقى الحاجة wash يعني بيكون بغسل الاطباق number two i go to school not my brother انا اذهب الى مدرسة عايزولي مع اخي يترى ال wish يتمنى was with معا which ساحرة طبعا هنا تبقى ايه with letter c number three he wants to know a tv هو يريد ان ايه يترى ال watch يشاهد wash يغسل without بدون which ايهما طبعا هنا تبقى ايه watch letter a يشاهد تلفاز تمام الفرق بين كلمة shirt وكلمة short كلمة shorts كلمة chart اول حاجة shirt ده القميص ده قطع من قطع الملابس short قصير دية صفة shorts اللي هو الشورت اللي بننبسه القطع من الملابس برضو اسم جمع هنا chart رسم بياني دية اسم مثلا he is wearing هو يرتدي يترى ال chart رسم بياني shorts short ولا short قصير ولا charts رسمات بيانية طبعا هنا هو يرتدي ايه يرتدي short يبقى هنا ايه shorts تمام في حاجة عندي اسمها prefix وحاجة اسمها suffix دي يعني ايه prefix ويعنيه suffix زي مولنا قبل كده prefix دية مقاطع باديقة بتيجي فول الجملة او فول الكلمة ممكن تغير معناه ممكن تحول الكلمة من صفة الى اسم او من فعل الى اسم وهكذا انما suffix دي بقى بتيجي فخر الكلمة ونفس الكلام برضو ممكن تعكس الكلمة تجيب تحول الصفة الى اسم وهكذا نشوف اي ام لما بيجي بعدها شرطة يبقى كلمة بعد كلمة اي ام اي ام لما ضفها الاول الكلمة تحول الصفة الى عكسها يعني كلمة مثلا كلمة possible يعني ايه possible يعني ممكن لما حط لها اي ام بقت impossible يبقى مستحيل probable غير محتمل او محتمل هنا كلمة probable محتمل لما ضف لها اي ام بقت improbable غير محتمل يو ان لما جوا فيها الكلمة تنفي الصفة معناها لا يعني كلمة fair يعني عادل ومنصف لما حط لها يو ان بقت unfair يعني غير عادل غير منصف يعني ظالم lucky محظوظ لما ضف لها يو ان بقت unlucky غير محظوظ الاو يو اس لما جيبها فخر الكلمة تحول الاسم الى صفة يعني كلمة nervous عصبي بقت صفة هنا لكن كلمة nervous اللي هو العصب نفسه لكن nervous عصبي لما جمع فخر كلمة تحول الاسم الى صفة الاسم للصفة يعني كلمة careful حريص painful مؤلم ديها صفات ed تحول الفعل الماضي تحول الفعل يعني الى ماضي او تحول الفعل الى صفة يعني كلمة surrounded محظوظ محظوظ مستعد في اللانجوش يونس برضو عندنا في الملاحظات اللغوية بعض الملاحظات يتخلى باكم منها كلمة let's هيا بنا تستخدم للإكتراع بيجو عراها مصدر مباشرة لما اقول let's go somewhere different tonight يعني هيا بنا نذهب الى مكان ما مختلف الليلة دكتراع لكن كلمة let لما يجو عراها object اجيب مصدر الفعل يعني يسمح don't let your kid play with matches يعني لا تسمح لأطفالك العاو بالكابريت كلمة matches مش محطشات هنا معناها كابريت don't let your kids play with matches كلمة اللغو برضو معناها يسمح بس بيجو عراها مفعول وطول مصدر مفعول طول مصدر they won't allow him to stay out late هم لم يسمحوا له ان يبقى متأخرا خارج المنزل يبقى هنا اللغو بيجو عراها مفعول وطول مصدر لكن let بيجو عراها مفعول ومصدر مباشرة من غير طول نطبع تطبيع عملي باعلى اللي احنا قلناه number one I wasn't prepared for the exam أنا لم أكن مستعد للانتحان prepared is similar in meaning to كلمة prepared مشابه في المعنى الايه prepared يعني مستعد all right صحيح ready مستعد correct صحيح lazy كسور letter b هتبقى هنا ready تمام number two to make an adjective for عشان اعمل الصفة او شكل الصفة of nerve we and the suffix هنضف لها ايه لسه علينا من شوية يبقى ايه يبقى هنا عصبي تمام number three look after يعني التاني بي and not are similar in meaning كلمة ايه بتساوي كلمة look after في المعنى تترى اقول take off يخلع الملابس take care of طبعا يعني التاني بي تمام بتساوي look after طبعا كلمة take out يعني يخرج وكلمة take in ممكن يستوعب او يفهم ممكن كمان يعني يخذع شخص مثلا طبعا مش هتنفع number four someone who pays for goods or services is called a customer or الشخص طبعا اللي بيدفع فلوس للبضائع goods يعني بضائع service خدمات بنسميه customer زبون او ايه a cook طاهي مش هينفع manager مدير لا غلط دكتور دكتور طبعا لا هتبقى ايه a client client له ايه له الزبون تمام number five we add the prefix ايه الحروفة اللي مضفها فول الكلمة to the word possible لكلمة possible to give عشان تعطي the opposite المضاد بتاع الكلمة طبعا هنا هتبقى I am impossible كلمة possible ممكن impossible غير ممكن او مستحيل number six let's not for a walk يعني ايه يعني ده انا طبعا let's a let's go for a walk باني let's هنا الاقتراح بيجارها فعل مصدر number seven he didn't let him not the movie هو لم يدعوه او لم يسمح له احنا قلنا let him let him let's go for a walk يبقى على طول فعل مصدر يبقى let him watch the movie إنما لو كانت اللاو اجيب وراها طول مصدر ناخد بعد كده الجزء الخاص بgrammer هنتكلم النهاردة على past continuous tense زمن الماضي المستمر خدنا في المحاضرة اللي فاتت الماضي او المضارع المستمر مثبت ومنفي وسؤاله هناخده نهاردة نفس الكلام بس في الماضي المستمر في المثبت والمنفي طبعا هنا الماضي المستمر بيكون من was aware زائد الفعل زائد ing ده تكوينه was aware زائد الفعل زائد ing لو مثبت اقول was لو من في wasn't لو مثبت اقول where لو من في ال weren't طبعا I he she it او اس مفرد بتيجي مع was you we they او اس مجابي بتيجي مع where مثلا I wasn't watching tv at 8 I was playing cards انا لم اكن اشاهد التلفاز الساعة الثامنة انا كنت مستمر في ايه في لعب الكوتشينا مثلا يبهنا wasn't لم اكن مستمر في مشاهد التلفاز لكن كنت انا بلعب ايه او مستمر في لعب الكوتشينا مثلا مثال تاني they weren't sleeping in the room هم لم يكنوا او لم يكونوا مستمرين في النوم في الغرفة بتاعتهم يبهنا were not sleeping ناخد بعكا تكوين الجملة الانجليزية في زمن الماضي المستمر في السؤال يعني عايز اجيب سؤال في الماضي المستمر اول حاجة ذات السفام was aware فعل فعل في انجي مثلا what were you doing ما الذي كنت مستمرين في فعلك طب ممكن تجاوب ممكن يا مستر اقول i was playing a match انا كنت مستمر في ايه لعب ايه مبارة كرد قدم او a football match طب لو هاسأل بفعل مساعد معناها هل was aware معناها هل يبقى انا هاجوب بيس او نو يبقى was aware اجيب فعل اجيب فعل في انجي مثلا was he sleeping when i arrived اللي هو كان مستمر في النوم لما انا وصلت ممكن اقول yes he was او no he wasn't الماضي المستمر بيعبر عن حدث كان مستمر في وقت معين في الماضي يعني حاجة استمرت بس في الماضي وانتهت خلي بالك هتلاقي في بعض الكلمات بدول عليها زي كلمة as just as بينما when عندما while all واجيب بعدها فترة زمنية او اجيب at واجيب وقت معين معلومة مهمة هنا بقى اذا كان في حدثين يعني فعلين تمهم حدث فيهم قصير ومكتمل حدث ايه قصير ومكتمل قطح حدث اخر الحدث الاخر طويل لم يكتمل بعد فان الحدث القصير يبقى ماضي بسيط والحدث الطويل يبقى ماضي مستمر ركز معي هتلاقي الرابط فوله جملك المتويل او just as او as معناهم بينما يجب وراهم زمنين بالترتيب ماضي مستمر وماضي بسيط ماضي مستمر وماضي بسيط فالماضي بسيط الماضي بسيط فاكرين قلناه اللي هو التصريف الثاني للفعل لو كان فعلا منتظم اضف د اي د اي اي د لو فعلا غير منتظم يحفظ كما هو يشوف المثال قدامنا بينما انا كنت مستمر في المشي في الطريق انا رأيت بل يبقى هنا ايه الحدث الطويل تمام ايه الحدث القصير اي سو بل الحدث القصير ده قطع الحدث طويل لكن مؤثرش عليه يبقى بينما كنت ماشي في الطريق انا شوفت بل ممكن الرابط اللي احنا قلنا عليها while just as as تيجي في نص جملة تمام طب لو قدت في نص جملة كده كده بعدها مضى مستمر وقبلها مضى بسيط يبقى المضى مستمر بيجي بعدها على طول فالمضى البسيط الاول بيجيها مضى مستمر مثلا i went out just as it was raining outside قولك انا خرقت كلمة went out went ديت يعني مضى بسيط والرابط عندي just as والفعل عندي was raining يبقى انا خرقت بينما الجو كان مستمر في المطرة كلمة when عكس while هيجي بعدها مضى بسيط وبعد كده مضى مستمر يبقى القاعدتين عندنا هم يا جماعة when وطبعا while بيستوي just as وكلمة as فبالتالي when هيجي وراها مضى بسيط وبعد كده مضى مستمر المضى المستمر از احنا بجي common was aware والفعل في energy لكن مضى بسيط التصريف التاني للفعل مثلا when i saw him لما انا شفته he was running كان بيجري ايه الحدث اللي كان مستمر ان هو كان مستمر في الجارية حدث طويل الحدث اللي قطع الحدث طويل ان انا شفته لكن ما اصرش على الجارية بتاعه تمام طب لو جدت when وسط الجملة هيجي بعدها مضى بسيط ما بيسيبهاش يبقى كده while بيجي وراها مضى مستمر على طول when بيجي وراها مضى بسيط على طول مثلا they were walking ده مضى مستمر to the shops when they saw her across the road لما شفوها بتاعبر الطريق يبقى درابط عندي وين في النص جي بعده مضى بسيط وقابلوا ايه مضى مستمر طب هنعمل ايه مصر لو كان في حدثين برضو بس الاتنين مستمرين في نفس الوقت مفيش حد فيهم قطع التاني يعني ايه يعني بينما انا كنت بذاكر اخويا كان بيتفرج على المطش الحدثين ما لهمش علاقة ببعض واللي دنين مستمرين في نفس الوقت هتلاقي عندك هنا القاعدة بتاعتي while أو just as أو as بعده ماضي مستمر وماضي مستمر يبقى الجملتين ماضي مستمر براف عليكم طبعا ممكن اجيب صيغة بتسويها during زاد الاسم هتساوي while زاد فاعل was our energy نشوف المثال ونطبق عليه مثلا she was helping her mother يبقى هي كانت مستمرة في مساعدة مامتها while i was studying for the exam لما انا كنت براجع وذكر للانتحان يبقى عندك كم حدث اتنين الاثنين مستمرين while i was eating my lunch بينما كنت بتناول الغداء بتاعي i was watching tv كنت بشات التلفاز الحدثين مستمرين مفيش حاجة فيهم اصرط على التاني ممكن اقول during the match يعني اثناء المباراة i was running fast يبقى during جي وراء ايه او عطل الله اي نجي لا بيجورها اسم ناون بيجيش وراء فعل بيجورها اسم على طول كلمة during معنها بينما او اثناء لكن while بيجورها فاعل was aware of the energy بولك لاحظ بقى ان verb to be كفاعل اساسي لقيتها في الازمة المستمرين يعني ايه يعني كلمة verb to be اللي مقصود بها ايه am is are ديال verb to be يعني بولك while she was asleep thieves stole her money بينما هي كانت نائمة يا مصر ما انت لسه while be بيجورها was aware of the energy طب ما انا قلت لك من شوية ان كلمة was ديت لو هاجب منها ال energy ما انفحش اقول was being يبقى while she was being غلط طب افضل حاجة اعملها ايه اذا كان الفعل الوبي اجيبه الاقرب زمن ليه مش احنا بنتكلم في الماضي المستمر اقرب زمن للماضي المستمر هو الماضي البسيط يبقى اجيبت was فقط بينما هي يبقى هنا while she was مش was being بقى يبقى كلمة هنا was being ديت ايه ديت خطأ في الاستخدام تمام نطبع بقى تطبيق عملي ونحلي كان مسؤال على القوات اللي احنا قلناها دلوقتي وركز معاين احنا قلنا ممكن توقف الفيديو وتحل الاسللة اللي بتصر قدامك لوحدك عشان تقدر تشوف اسللة تقصحها والغلط ودقدر تقايم مستواك number one what not doing when the light went out عايزو لك ما الذي كنت مستمرن في فعله لما قربة قطعت مثلا طبعا بتقطع كتير اللي يمضي يبقى what are you يقولك هنا light went out مضو بسيط ما ينفعش مضو بسيط يجيما ما ضرع بسيط فبالتالة يبقى ايه لازم نجيبها where you يبقى هنا what were you doing تمام يبقى هنا اختر يا جماعة هتيبقى what were you doing وتكملت سؤال عندي ايه when the light went out كنت بتعمل ايه لابا قربة قطعت طبعا منفعش اقول you were ليه لان في ترتيب سؤال what بيجي بعدها was aware الاول وبعد كده الفاعل يبقى where you number two has not all night yesterday حازم كان بيلعب طول خليباك شو بول ليه all night طول الليل يعني جاب لك all around زمنية يبقى هنا مضو مسمر يبقى was playing حدث كان مسمرا في الماضي number three when you found yesterday لما انت اتصلت بانبارح انا كنت مستمر في حمل حال كنت ايه يبقى هنا وين جي وراه مضو بسيط يبقى بعد كده مضو مسمر يبقى i was sleeping لما اتصلت بانبارح انا كنت مستمرا في النوم number four he was having lunch the table broke هو كان بيتناول الغداء هه لما التربزك كسرت خلي بالك was having ده مضو مسمر مش ينفعوا ال while لان ويل بيجي وراها الماضي المستمر مش قبلها يبقى دي غلط يبقى هنا so ولا where ولا وين طبعا وين كنت بتناول الغداء لما تربزك كسرت لما كنت مستمر في التناول الغداء ده حدث طويل مستمر number five while i not going to school i met my friends بينما انه كنت ذهب الى مدرسة انا قبلت اصدقائي كده عندك حدثين واحد فيهم كمستمر ان انت كنت تريح المدرسة والحدث الثاني اللي هو القصير انك قبلت اصدقائك يبقى هنا ما ده مستمره was our energy i was going to school يبقى letter c number six i was not a letter when the telephone rang i was a letter يبقى هنا writing a letter يبقى letter c تمام لين احنا قلنا هنا وين بيجي بعدها بسيط simple ماذا بسيط وقبلها ما ده مستمر حسب المعنى اللي قدامي كنتم مستمره في كتابة الخطاب number seven we know the house at eleven o'clock last night we cleans we're cleaning clean was clean اولا قبلك الساعة 11 الليلة الماضية من جهة اعتبر وقت محدد في الماضي ايوه إبقى حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي إبقى ماضي مستمر إبقى we were cleaning the house number eight he was studying when I هو كان مستمر في الدراسة أو المذاكرة لما نقيه ده ماضي مستمر حدث كان مستمر حدث طويل when عندما بيجوا رامضة بسيط يبقى when I arrived لما أنا وصلت number nine while I was going home بينما أنا كنت زاهب إلى المنزل I a snake أنا رأيت شفتي ثعبان while جي بعدها ماضي مستمر ده الحدث اللي كان مستمر الحدث اللي حصل فجأة وأطع الحدث الأولاني when I saw a snake طبعا ما وقفتش انتجارت طبعا number ten while I not a film on TV the phone rang three times يقولك بينما أنا كنت شاهد الفيلم في تلفاز التلفون راني ثلاث مرات هل يبقى لك while with the phone rang ده ماضي بسيط يبقى بعد while هاي جي ماضي مستمر while I was watching a film يبقى letter A سؤال عندنا كمان read and correct the underlying words اقرأ وصحة كلمة التي تحتأخذ ممكن في تاني اعداد تلاقي الكلمة جابين وقصين ولك صحاها مش هتفرق كثير she's singing all morning ياسر ده يخلي بالك all morning وطول الصبح طول فترة الصباح بالامس ده حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي حدث كان مستمر في وقت معين في الماضي يبقى على طول ماضي مستمر تبقى طول اقول words ولا where اول حاجة شي بتاخد words يبقى نكتب words وبقى كده ايه singing زي ما هي number two while I was sleeping my cousin come بانا ما انا كنت مستمر في النوم ابن عمي come اتى يبقى while jay بعدها ماضي مستمر يبقى هنا ماضي بسيط لازم انت كنت صحافز تصرفات الافعال زي ما قلنا قبل كده يبقى came اتى number three why where she shout at seven o'clock yesterday خلي بالك why جي بعدها فعل ومساعد where يبقى انا اجيب فعله في ايه ing يبقى shouting تمام ليه كانت مستمرها في الصياحة يعني وبتزعق يعني الساعة سبعة بالامس number four while you were watching tv i was have lunch خلي بالك هنا ما تقولش بقى i was had عشان يا مصدر جي while بعدها ماضي مستمر يبقى يجيب ماضي بسيط غلط الحدثين هنا مستمرين في نفس الوقت بينما انت كنت مستمر في مشاهدة التلفاز انا كنت مستمر في تناول الغداء يبقى هنا having يبقى لازم انا افهم يا جماعة محفظش للجرامر افهمك كويس قبل محل number five while i was went home i saw an accident بينما انا كنت ايه يبقى i was going home انا مستمر في ايه ازهاب للمنزل شوفت حدثة while بيجي بعدها ماضي مستمر number six the boys break a window while they were playing الاولاد كسرهم الشباك بينما ايه انا كنت ايه او هما كانوا بيلعبهم بينما while جي بعدها زمن مستمر حدث طويل الحدث الطريق اللي حصل فجر هما كسروا الشباك يبقى الماضي من كلمة break هيبقى ايه هيبقى broke تمام number seven اخر جملة عندنا نهاردة while she is or while he is flying his guide بينما كان بيطير طيرة he fell down هو ايه واقع او سقط while big وراها ماضي مستمر مش مدرع مستمر يبقى المفروض تبقى ايه يبقى ووس بعد كده flying تمام وبكده نكون وصلنا الاخر حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تقساش تعمل لايك الفيديو تشترك في القناة واتفع على جرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم السرحمة العبد من قناة دروس علماء ايونلاين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته